ماروك اخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله ووفقنا لمصادر من الشرطة الوطنية المكلفة بالعملية يبدو انها كانت حادثة عمل مأساوية ووصلت سيارة اسعاف متنقلة من خدمة الطوارئ الى مكان الحادث بسرعة بعد استلام المكالمة في الساعة الخامسة مساء لكن الاطباء لم يتمكنوا من انقاذ حياة الشاب واكدت مصادر طبية ان المصاب وصل الى المستشفى وكان يعاني من نزيف داخلي على مستوى الرأس والعديد من الكصور وهو ما عجل بوفاته كما وصل طاقا من مكتب شرطة السوريس العليا وفرقة الاطفاء الى مكان الحادث وسيتم نقل جتمان عبدالرحيم البناء المغربي البالغ من العمر 35 عاما الى المغرب وترك الهالك وراءه زوجة وطفلين صبي وفاتات وكان احدهما في المغرب الفعل لقضاء عطلة الصيف ووفقنا لما ذكرته صحيفة لانويفا اسبانيا كان البناء يعتزم ايضا اخذ اجازة لنقل بقية العائلة الى المملكة فان لله وان اليه راجعون